في خطوة لتسهيل التنقل والحركة اليومية للمواطنين داخل مدينة قلقيلية أطلقت مديرية النقل والمواصلات خطوط السرفيس الداخلية التي كانت تخلو منها المدينة والتي ستخدم آلاف السكان في المناطق البعيدة عن مركز المدينة وخاصة طلبة الجامعات تم إنشاء خط سرفيس في المدينة قلقيلية يتكون من شقين شق الأول بخدم المنطقة الجنوبية والشق الثاني بخدم المنطقة الشرقية وهذا الإشي بساعد المواطنين على الحركة والوصول بالأجر الأقل من ما يكون طلب فهذا الأمر بساعد الناس وإن شاء الله نتمنى من السائقين الالتزام فيه وفي شق آخر يتناغم مع هذه الخطوة أطلقت بلدية قلقيلية المرحلة الأولى من مشروع ترقيم المباني والمنشآت داخل المدينة تنفيذ هذا المشروع سيتم بمراحل المرحلة الأولى انطلقت اليوم من خلال إجراء المسح الميداني على جميع البيوت في قلقيلية ومن ثم تأتي المرحلة الثانية والثالثة ولكن مجرد إطلاق هذا المشروع والبدء به هو نقل نوعي لجميع سكان قلقيلية وأيضا تسهيل معاملات المواطنين تسهيل وصول المؤسسات وأيضا المواطن نفسه تسهل عليه معاملاته تسهل عليه الوصول إلى مناطق التي يريدها هذه المشاريع التي اجتمعت في يوم واحد انتظرتها طويلا مدينة قلقيلية التي تعيش ظروفا خاصة جراء انتهاكات الاحتلال المتواصلة ضدها بالتأكيد خدمة للمواطن في المشروعين المشروع الأول يسهل الوصول إلى أي عنوان سواء كان للمؤسسة أو للمواطن نفسه بالإضافة إلى المشروع الثاني هو أيضا يسهل وصول المواطن من منطقة إلى منطقة دون أعباء ودون يعني عناء تسهيل حركة المواطنين في هذه المدينة المحاصرة التي أصبحت من أعلى الكثافات السكانية في العالم بسبب ضيق المكان وضيق المخطط الهيكلي والذي يعيش عليه أكثر من 65 ألف ناس مليون ازدهار المدينة وتوفير الخدمات العامة مهام تعمل عليها المؤسسات مجتمعة بتنصيق واضح يهدف إلى تقديم أفضل ما يمكن تقديمه في ظل احتلال يحاول عرقلة أي تقدم تسعى إليه أحمد شاوار تلفزيون فلسطين قلقيليا